السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل شرب المية كتير بيرفع الضغط عند الناس الكبار? انا دكتور حازم ركب استشارة تب الاطفال تابعوني. قبل ما اتكلم عن الضغط والمية لازم نعرف ان الكمية المطلوبة لشرب المية هي حوالي 8 اكواب يوميا بالنسبة للناس البلغين. طب لو الشخص عنده الضغط هل 8 كبيات دي مضرة لي مع العلم ان معظم ادوية الضغط بتحتوي على مدرات للبول. مدرات للبول يعني ايه? بتسبب اضرار البول. لانها بتتخلص الجسم من المية والاملاح مع بعض. فهل كده شرب المية هيبقى مضر? وهيعاكس عمل مدرات البول? الجامعية امريكية اللي طب الكلة بتقول مفيش عدد معين من كبات المية لازم الشخص البالغ يشربها كل يوم. بس هيب تنصح الناس ان كل ما تكون حاسس بالعطش كل ما تشرب. وعشان تعرف ازا كان جسمك في كمية مية كويسة ولا لا بص على البول بتاعك. لو لقيت البول بتاعك اصفر داكن ده معناه ان كمية السويل في جسمك قلالة جدا. وكل ما زيت درجة فتوحية اللون البول الى اللون الافتح او اللون الابيض ده معناه ان انت جسمك في كمية سويل او مية كويسة. وده المفيد. يبقى مش معنى كده ان احنا لو شربنا مية كتير يبقى كده الضغط هيرتفع. لكن الشخص السليم لو شرب مية كتير فيه عنده آليات في الجسم هتكون بتنظيم السوائل في الجسم عند زيادتها او نقصانة. يعني لو انت السوائل او المية كتير عندك في الجسم الاليات دي هتروح مزبطة التوازن المائي بحيث انها تفرز المية او تخرج المية في البول كتير. ولو انت عندك كمية مية قليلة في الجسم فالاجهزة دي هتقوم بالتوازن انها تمنى اخراج المية في البول عشان تحافظ على المية في داخل الجسم. وهتلاقي ساعتها البول بتاعك ايه? كده معناه داكن وغامق فكده معناه ان انت لازم تشرب مية كتير. ياريت لعاجبك في الفيديو ما تلساش تعمل شير وما تلساش تشترك في القناة. شكرا. شكرا.